بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات المرحلة الثانية والعامة. مرحب الله بالصف الاول الثانية والغنس في السعزة لشروح تفسيط قواعد اللغة الانجزية. ان شاء الله شاء الله ومن اشتغل على جزء القواعد اللي في هذا هذين الدرسين الماضا. طيب بدلفت اندباه الحاجة كتاب المؤاصر جايب قارة الكاونتابل. طبعا الوحدة دي فيها قارتين. واحدة ارباع فيها قارتين. كاونتابل ان كاونتابل وآ وآن وذا. تمام. كتاب المؤاصر جايب الكاونتابل ان كاونتابل اول ومخلي آ وآن وذا في الدرس التالة ورابع. جمعه من العكس جايب الآ ولان وذا في واحد واثنين. وجايب الكاونتاب والاون كاونتاب والفتاة اربعة. مش هتفرق. ده هنا ما فيش مشكلة. احنا هنمشي في كل الكتاب على الطريقة اللي هو ماشي بها. يعني جايب مين الاول بنشتغل معها. يعني جايب اوان وزا الاول قد ينا شغالين معها. المعاصر كان جايب زي ما قولنا برضو شغالين معها. عشان تلي معك كتاب ده ما تبقاش متلخبط في الصفحات. ولا تبقى اي متلخبط تتسلسل ايه القاعدة في الكتابين. يعني عموما اي ان كان ده او ده ماشي ازاي? احنا عمليناه شرح للقاعدتين موجود عندك على القناة تقدر ترجع له ان شاء الله بمنتهى سهولة والبساطة. على بركة الله النهاردة ان شاء الله هنشتغل التهديبات اللي جاية في جيم الدرس الاول والتاني والجزء ده زي ما قلنا بيخص اه وان وده على بركة الله شباب نروح نحيتهم. طبعا الشرح مع كل جملة ان شاء الله هنسترجع الشرحة مرة اخرى اللي قلنا هناك في الفيديوهات. الجملة صن الشمس دايريكلي جورينج ذا اكليبس. اللي قولوا عليك خصوف خصوف الشمس يا شباب. تمام? طيب. نحطوا قدامها ا ولا اان ولا ذا ولا نو ارتكيل. اذ يتم وضعها امام الاسم المفرد القابل للعدد الذي يبدأ بحرف ساك. واستخدامات تاني بس يعني بنقول لك اقرب حاجة فيها. اه وظائف ومش عارفوه اصفات حاجة كتيرة. ان زيها توضع امام الاسم المفرد القابل للعدد بس بيبدأ بحرف المتحرك. تمام كده? وليها برضو استخدامات تاني قدام ايه? الوظائف والصفات وحاجات كتيرة جدا. امتى نحط لذا? ذا ليها استخدامات كتيرة جدا من ضمنها توضع امام الاسم الفريد من النوع. الحاجة اللي مافيش منها اتنين زي زي الشمس كده. يبقى نقول لنا هو the sun. خلاص? طبعا فيه استخدامات كتيرة في حينها هنقول. هند از يونيفورسي السنين. اه عايزوا لك طالبة جامعية. يبقى هنا هو عايز احط لها اداة ماشي وهي ا. ايونيفورسي. الله يا مستر دي انت لسه الف جملة اللي فوق. انها توضع امام الاسم المفرد القابل العدد الذي يبدأ بحرف ساكن. تمام يا مستر? ام لليو دي مش حرف ساكن اقول لك اه اليو مش حرف ساكن كتابة لكن نطق الكلمة هنا نطقها ساكن. نطقها الصوت بتاعها. ساكن. ما نفعش حطوا اداة ولا زاه ولا سيبها من غيرها ده. طب حلو خالص. عايز اقول له ايه? انا هشير لك الشنطة. هو هنا هو ايه? بيحدد نوع الشنطة اللي عايز يشتريها له. خلاص كده? الشنطة اللي هشتريها له. ايه. انا هشيلك. خلاص? الشنطة اللي انت. هشيلك الشنطة ايه? اللي انت شفتها. الشنطة اللي انت شفتها. اي الميضين انا هشيلك الشنطة اللي ايه? اللي انت شفتها? بيحدد انا هو شنطة اللي بيتكلم عنها. طالما حددت بقاء مستخدم زي. اه وانا شباب بيديني تنكير. والتنكير بيفود التعمل. لكن هو كده له عني الشنطة. بقول الشنطة اللي انت شفتها اونلاين. بيقول فاربعة نحن رح للوم بتسلق فراغ بعدها البس ون دي. البس يقصد بها سلسلة جبال القلب قدية من الكلمات التي يستخدم معها ذا لان احنا ذا بنجيبها قدام السلاسل الجبلية وده واحد من استخدامها كل ما يجي استخدامها نقوله على على جبنة عشبه. خمسة اقول لك فيها فراغ بعدها انجينير. عن رغم اني والدي ايه وقاب فينا الفراغ بعد اجيب لك كلمة مهندس. انا ما بحبش مادة رياضياتي. مهندس يعني وظيفة. الوظائف حطه قدامها ا او ان. كويس كده? طيب. حسب الوظيفة دي تبدأ بحرف ساكنها متحرك. كلمة انجينير تبدأ بحرف متحرك نطقا وكتاباتا بنحطها ما هي ان ان انجينير اجابة وحيدة صحيحة. نحرك الشاشة عشان نروح كده لشيك بوينت ا اربعة خلص. طبعا عندك الشيك بوينت سواء ترتيب واحد اتنين تلاتة كانوا مع الفوكابلاري الرابع مع القواعد ونذهب الى التدريبات العامة مع القواعد لانه قدامك هو لانجوج جينكس السايد تدريبات عامة وعلى بركة الله اول جملة لك فيها. الشخص ده ما بكذبش. هو يبقى كلمة صفة. والصفات يضعوا قدامها اه او ان حلو خالص. حسب هي تبدأ بحرف ساكن ولا حرف متحرك. كلمة تبدأ بحرف ساكن كتابة متحرك نطقا يبقى ان قولي. كلام مخلص نفسه. افراد العائلة عندي محتمين بزيارة ايه? اه. المملكة المتحدة يوضع ذا امام الممالك. يبقى ذا يونايتد كينجدم. لا قدر احط الاول اقام قدامها. ها? ماشي اللي بعدها. نجوة لايكس بلاين. نجوة تحب عصف. قالت الكمان بفور سليبين. اه. لالات الموسيقية نحطه قدام هذا. وخصوصا مع الفعل بلاي. كلام مخلص نفسه. انا بجيب لك الاستغامات مباشرة. عشان ما تقولش احنا مخلص لي اه 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 انا اقول لك اه لان احنا اهودين بارد عليه. لان ذا توضع امام الالات الموسيقية. وخصوصا مع الفعل بلاي. ها? يلا لبعد. وكلمة دي بعدها. عايز اقول كل واحد لازم ينام سبع ساعات في اليوم. دي تبدأ بحرف ساكن. يبقى نقولي في اليوم. خلاص? ماشي اللي بعدها? خمسة. المواد الخام لا يوضع امامها اي اداة. لا اه ولا ان ولا زا ولا اي حاجة. يبقى نقول نو ارتكيل. المادة الخامل هي مادة بلاستيك اللي تصنع منها الباسكت دي مش محتاجة قدامها اداة. nothing in our life is more important than happiness. happiness السعادة. والسعادة دي اسماء مجردة. بيقولوا عليها اسماء معنوية. يعني ليس لها مدلول مادي. لا توضع قدامها اي اداة. لا اه ولا ان ولا زا. يبقى نقول هابينيس بسعادة. بدون اداة. بحرك الشاشة عشان نخلي جملة رقم سبعة هي عنوان نا. وبيقول لك فيها اي لايك انا وحب وفاق بقى جايب فراغ بعدها مادة الفيزياء. although it is a difficult subject عن رغم ان هي مادة صعبة. المواد الدراسية لا يوضع قدامها اداة. لا اه ولا انا ولا زا ولا اي حاجة بنقول نو ارتكيل معناها لا اداة. في تمانية. كلنا نعرف اني فراغ بعدها المخ لا يمكن استبداله. يعني من جدا تشتعمل عملية زرع مخ. خلاص كده ماشي. المخ ده شيء فريد من نوع. نحطه قدامه الاداء ذا. كلام واضح ما ينفعش نحكي فيه بويني توهي الدنيا خالص. بيقول في تسعة. عاديز انه فراغ بعدها. انها عايزوا لك ايه اول مرة. دات. لما اقول لك. الله الله مسترم انت حلتها خلاص. يبقى زا من الصياغات التي تستخدم فيها. اقول لك الحاجات اللي من هذا القبيل. او اتحرك. هناك ثعبان واحد من مجموعة. نحط قدامها ا. في جملة رغم ما احتاش قولك فيها ايهوب. انا اتمنى فراغ بعدها اجزام. بيتكلم عن امتحام بتاع بكرة تحديدا. يبقى احدد انه اجزام. يبقى اقول ايهوب. اتمنى ان الامتحام بتاع بكرة. بتتكلم عن حاجة محددة. الجملة اللي جاء فيها فراغين ايورك ان انا اعمل فيه فراغ بعدها شركة اوروبية. حلو خالص. كلمة يوروب من الكلمات التي تبدأ بحرف متحرك كتابة ساكن نطقا. يبقى انت عايز لها اه? يبقى انت عايز في الفراغ ده اه? اصبر شوية. تعال نشوف الفراغ التاني. القاهرة اسم محافظة او اسم مدينة. واسماء المدن لا يضع قدامها اداة. يبقى انت عايز في الفراغ الاولاني اه? وفي التاني ايه? الاجابة ايه? يبقى اقول الجملة عبادها ايورك ايوروبيان كامباني. انا بشتغل في شركة اوبية. الكايرو تقع في مدينة القاهرة. مافيش اداة في الجزء بتاع مدينة القاهرة. ما اقدرش اجيب ان. لان احنا خلاص استفقنا النط هنا هو نطق ساكن. شكل الكتاب من بتحركها لكن النطق ساكن. في سي جاب لها او او زا مش هنفعه معي. انا عايز مع اهو اه اه اخر اختلاق jambinو اتنين. لا الكلام ده خطأ. نروح لتلات عشر بتحاول تجمع فلوس. نمين? هنا بتكلم عن طائفة المعاقين كلها بتحط قدامها ذا. لما اجيب ذا واجيب معها صفة وراها صفة يعني هنا بتكلم بها عن طائفة باكمالها بولي كل المعاقين. بتحرك بالشاشة علشان نخلي جملة رغم ملايين النجوم في الفضاء. بالعربي فيها الاف ولام لكن في الانجليش لا. لما يكون اقصد به الفضاء يبقى مش محتاج معاه اداة. ماشي? طيب اللي بعدها. خلي بالك من الحتة دي. والدي? والدي راح للمدرسة. حلو خاصة. هو بابا في سن دراسة? لا مش في سن دراسة. يبقى كلمة سكول ان هو يوضع امامها ذا. ليه? انت عندك معلومة بتقول ان المباني اللي زي سكول اللي زي هاسبتال اللي زي بريزن اللي زي ما عرفش ايه. تمام? الكلمات دي كلها اذا كان الاستخدام اللي انت بتتكلم عنه فيها لما هي انشأت من اجله لا يوضع امامها ذا. يعني مثلا كلمة سكول الهدف منها ايه? انها الدراسة. لما اقول اي وينت تو ايه? اي وينت تو سكول من غير ذا? انا كطالب. وانا كمعلم. انا كمدرس وظيفتي مكاني المدرسة. تمام كده? لكن لما اقول جدي راح المدرسة. ماشي? جدك يروح المدرسة ينفع? ان هو راح هي? لغرض التعلم? لا. ده كده انت عملتلك مصيبة وراح يحلها. رايح زيارة يسدي يتطمن عليك. يبقى هنا احطه قدامها ذا. يبقى توضع ذا امام كلمة سكول امام كلمة بريزن امام كلمة ام كلمة موسك. اذا كان الهدف منها هو غير غرض انشاءها. تعالي الجملة. ماي فادر وينت تو ايه? ذا سكول. ليه عمي? يقلك زيارة وانت تو ميت هم لاني النظر عايز يجاب له. يبقى هو مش راح لشان يدرس. راح لغرض تاني هو مقابلة نازل مداز. ستاشر حاتم حاتم بيروح المدرسة. مرتدي زي. تمام. يبقى الودة راح يدرس. يبقى انت هنا مش محتاج اي اداة قدام كلمة سكول. ما قدرش حطه قدامها لآ ولآن ولزا. الجملة في سباة عشر. ماشي. ابني شاف كبوس بارح. ربنا حافين. تمام. ان كذا نايت مير تكررت الكلمة نايت مير تاني. نايت مير هي في الجملة الاولى. وجابها تاني. توضع ذا امام الاسم الذي تكرر ذكره في الجملة التانية. هو جاب في الجملة الاولى وجابه تاني في الجملة التانية. نحط قدامها ذا. نحرك الشاشة عشان نروح جملة رقم طبنتاشر فيها فراغين. ذا وجاب فراغ. يودرايف. فراغ تاني سفر يو آر. آآ. فاكر قاعدة مقارنة الصفات اللي هي فيها ذا مور ذا مور. آآ دا لزة لزة تمام. يبقى انت كده عايز. صفها في شكل ايه? في شكل المقارنة. يبقى ذا سلور يودرايف كلما قدت ابطأ تسفر كلما كان الموضوع دا امات. يبقى انا عايز هنا هو سلور. وفي الفراغ التاني عايز زا. طب دي سلور مع نو ارتكل. دي سلوست لا. سلور مع اه? لا. ادي سلور هي في الفراغ الاولاني. ودي زا في الفراغ التاني. اللي هي دا مور دا مور دا لزة لزة اللي قاعدة مقارنة الصفات. تقدر تلجع للشرح التاحة موجودة عندنا بردوها قناة. ايوينت شاوبينج. انا زهبت لتسوق. اند بوت وجايف فراغ بعدها. كمبيوتر فور مايسان. اه. انا رحت التسوق واشتريت جهاز حاسب. قال لي ابني. يبقى انت اشتريت جهاز من مجموعة اجهزة. يبقى اي بوت اا كمبيوتر. جهاز واحد. وان كمبيوتر يعني. قدرش احطها دا غير كده. حطيناها طبعا عشان كلمة كمبيوتر تبدأ بحرف ساكن نطقا وكتابة. تعال بقى للبعدة. كمبيوتر اللي هي الحواسب اللي هي. are necessary for all kinds of jobs. ضرورية. لكل انواع الوظائف. تمام. كده انت بتتكلم عن اجهزة الكمبيوتر. في عمومها يبقى انت لا تحطه قدامها لا ا ولا ان ولا زا. خلاص? لان زا لا تأتي امام اسم جمع. او ان بيجو مع المفرد. طب ده مش مفرد. ده جمع هي الاس بينها. خلاص? يبقى انت هنا ايه نوارتك اللي لقى ده في جملة عشرين. واحدة وعشرين. اي اف جاست رسيفت فراغ بعدها اس ام اس. خد بالك من النطق. ايه? ايه? شفتها ايه? ايه? ايه دي دي ديني حرف? وصوت متحرك? يبقى ان اس ام اس. تلقيت رسالة اس ام اس من صديقي. مقدرش حطه دماء لان الصوت في النطق فيه تحرك. خلاص? الصوت في النطق فيه تحرك. ايه? تسمعين ايه دي? اس ام اس اده اللي قلتها في الاول دي. دي ديني ان. ان 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 بأكد عليه. ايه ديني وش نبدأ الفراغ? اه هنا بيتكلم عن اختراع. ايه اللي خلى العالم مكان صغير ايه? بيتكلم عن اختراع الطائرة? اقول لا لان هو كده مش بتكلم عنها كأنها اختراع وعننا دا ما جيش ودا ما يسمي كعمل. طيب. اه يبقى لما جيب او لما يكون عندي اختراع ماشي? هات الاسب بتاعه في شكل مفرد. ما فيش اي حروف تشير للجمع مضافة اليه? وحط له زا. يبقى معناها اختراع الطائرة. اللي ببيت الطائرة كاختراع. خلاص? ما قدرش اقول ما قدرش اقول لان هو بيتكلم عن الاختراع بيجيبه قدامه ذا. فرق بعدها طريق زود تجاه واحد. احنا محتاجينه. محتاج ان احنا ان احنا نشاهده عالضفة الغربية من اصوان. الضفة الغربية من اصوان. تمام? طب نقول اا ولا ان ولا ذا ولا نوع. الله يا مستر ملوان بدأ بحرف الاو والاو متحركة. اه متحركة كتاباتها لكن صوت الكلمة ليست متحركة ساكنة. عندما قام شخص باقتحام منزلي يعني اه طبعا ده اكيد حرامي طبعا. اي كولد الشرطة. اه. ذا بوليس. المؤسسات ولا هيئات ولا حاجات زي كده يوضع قدامها ذا. ذا بوليس. نروح لجملة لبعدها. دمان هو ستول. دي كار وز تيكن تو. اه. راح السجن. وده الهدف اللي انشئ علشانه عقوبتها. ولا المجرمين. ايب انت مش محتاج اداء قدام كلمة سجن بريزون مع نوارتك. لمحط لهاش اداء لانه رايح للسبب اللي انشئ علشانه السجن. ده مجرم. لازم نروح السجن من غير اداء. دي ار توكينج تو فراغ بعدها ايت يير اولد بوي كولد كزا. طيب. هم بيتكلموا مع عطف له عمره تمان سنين. وبيقول لك ايه? اه عمر تمان سنين ببيه الديني اسم. ايا كان الاسم ايه. ما بش مش ادب جال الفرق معي. انا الفرق معي ايه? ايت. تمانية. ايه التمانية اللي نضغط ايت. اول حرف فيها ايه? اي وهي متحركة كتابة وصوطا. يبقى تقول الان. ايه تير? بيقول في سبع عشرين. ناثنج ان كزا. لاي في الحياة. is better than فراغ بعدها. لا شيء في الحياة. الحياة على اجملها وعلى عمومها مش محتاجة قدامها اداة. لا شيء في الحياة. is better than peace of mind. اللي هو السلام بتاع العقل والامان وكده يعني. تمام? اللي هو بقول عليه الصفاء الزهن يعني. طب اللي دي محتاجة اداة ولا دي محتاجة اداة? خلاص. يبقى ناخد الاختراع الاخير. اللي بيقولك انها لا محتاج لا اداة هنا ولا اداة هنا. في اه التمانية وعشرين. كاربينترز يوز. كاربينترز هم النجارين. بيستخدموا يجلص? اه. الخامات لا يوضع امامها اداة. الجزاز. الخشب. القماش. وبقى اتكلم زي ما انت عايز ونزا ما انت عايز. تمام? خامات مفيش هزاء. مفيش قدامها اداة. طب نقول تاني. هنا مفيش اداة. وود والخشب برضو مفيش اداة. يبقى انت عايز الاختراع يقول لك ايه? في الاولى. في التاني. يعني لا اداة في الفراغ الاولاني ولا اداة في الفراغ التاني. الجملة على بعضها. النجارين بيستخدموا الزجاج والخشب لصناعة النوافذ. بيقول في تسع عشرين. خلي بالك كزا جملة جين وربعة. فيهم فراغين. تسع عشرين بيقول اي ريد انا قرار. جاي في فراغ بعدها اميزنج اارتي. اه اميزنج دي صفة. والصفات توضع امامها اداة. حسب هي تبدأ بحرف سكة انه متحرك. هتلاقي اميزنج بدء بحرفه متحرك. وكمان الصوت بتاعه برضو متحرك. يبقى انت عايز في الفراغ لاني امن. يبقى الاختيار ايه مش ينفع والاختيار بيه مش ينفع. نصبر عشان نختار ما بين سي و دي. نشوف الفراغ التاني. اه كلمة ووركس ان هو جاي في شكل جمع. يبقى يقصد بيها الاعمال الادبية لان كلمة ووركس ماشي. اه كلمة وورك بمعنى عمل ما ينفعش اجمعها. خلاص لو بكلم عنها كان فكرة عمل. لكن لما قول الاعمال الادبية لفلان اعمال هندسية لكزا. يجي قدام هزا. يبقى انا كده عايز في الفراغ ولا لان. هي موجودة في الفراغ التاني هي موجودة في الاختيار سي. يبقى على بعضها. انا قرأت مجالة اه مقالة رائعة في مجلة عن الاعمال الادبية للدكتور طه حسين. اه وده طبعا كان وزير التعليم في مصر في فترة السبعينات وكاتب معروف جدا. لحسن الحظ. انا وجدت فراغ بعدها. فراغ بعدها. بس جاوين تو ماي يونيفورسي. روم هنا مش معناها حجرة. روم مش معناها حجرة. روم معناها ليجي مكان فاضي في الاوتوبيس بدليل كلمة بس يا شباب. خلاص. يبقى اي فاوند روم مش محتاجة اي اداء قدامها. لان كلمة روم ازا جات بمعنى مكان فاضي بمعنى مكان يعني. مش مهمة فاضة او لا بمعنى مكان. خلاص. مش محتاجة قدامها اداء. لكن هو حدد انه توبيس. توبيس رايح الجامعة. يبقى انت عايز في الفراغ الاولاني. لا اداء. يعني تبقى فاضية. وعايز في التاني زاء. الاختيار سيه ولي فيه كده. اهو. جاي في الفراغ الاولاني. سايبه من غير اداء. وفي الفراغ دايما بتناول فراغ بعدها. لانش الغداء. وجبة? الوجبات لا تاخذ اداة. بفيش اداة. انا دايما بتناول غدا. انا عمري ما كزا. اه? اتكررت كلمة غدا? تاني في الجملة. يبقى انت كده محتاج لها زاء. لانا تناولت مع الزقاي واند بيتش في الحل البلاج. لس منتشار لعدا. يبقى انت عايز في فراغ الاولاني. لا اداة. وفي الفراغ التاني زاء اهي. لا اداة. ليه انو ارتكل مع ذاو دي موجودة في الاجابة في الحرف دي. نحرق الشاشة مرة كمان عشان نخلي ما تبقى من التدريد ده من جمل زهر قدامنا بداية من اتنين وثلاثين لحد الاخر. اتنين وثلاثين برضو. بدا فراغ. جريت ليكس بقول عليها البحيرات العظمى. ودي مجموعة بحيرات تاخذ ذا. يبقى مجموعة البحيرات تاخذ ذا. ار ان نورث امريكا. طيب نورث امريكا الاتجاهات الاصلية لا تاخذ ذا. خلاص. ما بتاخدش قدامها لزا ولا اي اداة يعني تمام. خلاص يبقى انت عايز في الفراغ اولاني ذا. في الفراغ التاني نورث. يبقى الاختيار ايه هو اللي متحق في الكلام. ذا جيرني تو. الرحلة المتجهة ايه له. جايب بعد كده مدينة القاهرة كايرو. باي ترين تيكس. بالقاطر تستغرق ساعة. اه. القاهرة كمدينة مش محتاجة قدامها اداة. لكن الساعة دي محتاجة قدامها اداة. هنا بقى نرجع ليه متحركة او اللي ساكنة. هتلاقيها. تبدأ بي حرف ساكن كتابة متحرك نطقا. يبقى نقول. نو ارتكال في الفراغ الاولاني. ان في الفراغ التاني. ان اور. ودي من الشواز. ان اور. انت تتهايلك انها مكتوبة بحرف ساكن لكن نطقها متحرك. دا جيرني تو كايرو من غير اداة. انها مفيش اداة. باي ترين تيكس ان اور. باي فاردن سبيكس اتاليان والليدي يتحدث اللغة الايطالية بطريقة حسنا. بيتكلم اي بقى? اللغة الايطالية. ما تنفعش. طبعا ما جبت كلمة ها شباب مع اللغة اللي انت بتتكلم بها عنها. يبقى تقدر تجيب ذا. ذا اتاليان لانجوج. الله. يا مستر انتم شلتولنا اني ذا ما تجيش قدام اللغات. ها. عارف لو انا بقول اتاليان بس. او اللي هي اه اه اتاليان كلغة. انجليش كلغة. او كمادة دراسية. ما تدرش يجيب ادام هزا. لكن لما جات كلمة لانجوج خلت كلمة ذا وجودها طبيعي. في خمسة اول جرافز. كل الزراف. اه حيوانات ذا رقبة طويلة. طيب هو هنا بتكلم على الزرافة كفصيلة من فصائل الحيوان. ماشي. علشان يعبر عن فصيلة من الحيوانات. يجيب ذا واسم الحيوان مفرد. يبقى ذا جراف. هاز الانج نيك. كل الزراف. يبقى لم عايزة يعبر عن فصيلة من الحيوان. تمام? اقول ذا واجيب وراها اسم الحيوان مفرد. ذا جراف. ذا لاين. ذا كات. خلاص كده. وما الى زا. كده شباب وانتهى تدريب القواعد. كان جاء درس اول والتاني. من الوحدة اربعة. لكن تدريباتنا معك. لم تنتهي بعد. شاء الله تزنى بالمزيد. مع معلم خبير اللغة الانجليزية. السلام عليكم وبركاته.